في نور الدين نرى ماذا أنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه أول ما أنزل نرى صورة العلق وفيها يأمر الله سبحانه وتعالى نبيه ومن ورائه الناس أجمعين اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم لاحظنا في هذه الآيات التي تعد أول الوحي وتعد بداية اتصال السماء بالأرض بشأن القرآن الكريم أول ما نزل أن هناك قراءتين وليست قراءة واحدة تعجبنا من هذا اقرأ ثم بعد ذلك اقرأ وبدأنا في التأمل في التدبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى أفلا يتدبرون القرآن؟ أمرنا بالتدبر وبالتفهم وأن نفكر في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه اقرأ باسم ربك الذي خلق يبقى القراءة الأولى لفتنا ونبهنا وذهب بنا بأنظارنا إلى الخلق خلق الإنسان وهو مركز الكون وهو الذي صخر الله له الأرض والسماء وصخر له كل ما في هذا الكون من أجله وكرمه ولقد كرمنا بني آد وتأتي القراءة الثانية اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم وبدأنا نسأل أنفسنا يعني أي علم بالقلم ووجدنا أن هذه العبارة في القرآن الكريم تعني الوحي نون والقلم وما يسترون بدأ العلماء في وضع ذلك التصور المستنبط من القرآن الكريم بل ومن بدايته يعني من أساسه من البداية أن القراءة قراءتان فأسموا هذا الخلق الذي حولنا وهو دال في جزئياته وكلياته على الله سبحانه وتعالى كتاب الله المنظور أي الذي نراه بأعيننا وندركه بحواسنا والوحي كتاب الله المستور لأنه مكتوب في سطور والسطور من كلمات والكلمات من حروف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وتصوروا أن الله يقول لنا بالقراءتين تدبروا في كتاب الله المنظور وفي كتاب الله المستور وأساس ذلك في التدبر هو الإنسان فأسموه كتاب الله المقدور قدره الله سبحانه وتعالى وأصبح عندنا ثلاث كتب كتاب الله المنظور الكون وما فيه كتاب الله المستور القرآن كتاب الله المقدور وهو الإنسان الأكوان القرآن الإنسان فوجئنا بأن هناك عكس اقرأ اقرأ كتاب الله المنظور وبعدين تكلم عن كتاب الله المستور الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان يبع إذن الرحمن بيتكلم عن كتاب الله المستور أولا ثم خلق كتاب الله المنظور ثانيا فقرأ المنظور ثم المستور في الرحمن المستور ثم المنظور وكأنه يريد أن يرسم لنا دائرة واحدة لا نعرف قبيلها من دبيرها دائرة إذا مشينا كده ينفع وإذا مشينا نحية التانية ينفع وتكلم العلماء عن كتابين خارج الإنسان كتاب الله المنظور وكتاب الله المستور كيف نصل إلى تحصيل المعرفة من كتاب الله المنظور بالعلم كيف نستطيع أن نصل إلى مراد الله سبحانه وتعالى من كتاب الله المستور بالعلم وأصبح العلم عند المسلمين هو الموصل اليقيني للمعرفة وإن اختلفها المصدر فهناك علوم مصدرها الكون وهناك علوم مصدرها القرآن إذن هذا التصور يجيب لنا على كل الأسئلة المفتاردة التي نشأت بعيداً عن الفكر الإسلامي عندما اصطدمت عقائد معينة بحقائق معينة فظهر السؤال ما علاقة العلم بالدين أيهما نقدم هل بينهما خلاف من نصدق وهكذا ترجمة نانسي قنقر